السلام عليكم وأهلا وسهلا بكم حبيبتي في قناتكم وصفات لكم أتمنى أن تكونوا دائما في تمام الصحة والعافية إذن حبيبتي إن شاء الله في فيديو اليوم سوف أشارك معكم وصفة سحرية وصفة مبيضة بامتياز بالفعل هذه الوصفة أكثر من رائعة هي لإزالة سواد الرقبة، سواد الكوعين، سواد الكعبين وأيضا منطقة تحت الإبطين وأيضا بين الفاخدين بالنسبة لهذه الوصفة إن شاء الله يمكنكم استخدامها حتى للمناطق الحساسة لمن تعاني من إسويدات أو تصبغات ستعطيكم هذه الوصفة تفتيح لدرجات كما أنها سوف تعطيكم أيضا ترطيب ونعومة باستخدام مكونات بسيطة جدا إذن حبيبتي قبل أن نتعرف على مكونات هذه الوصفة أتمنى منكم بداية الاشتراك في القناة إذا لم تشتركوا بعد، أيضا لا تنسوا تفعيل زر الجرس حتى يصلكم كل ما هو جديد إذن حبيبتي سوف نمر الآن للتعرف على أول مكون إذن على بركة الله حبيباتك أول مكون سنحتاج إليه سنحتاج هنا إلى الجبن يمكنكم استخدام الجبن المثلت أو الجبن المربع سوف نأخذ جبن بهذا الشكل الجبن المثلت أو المربع باستخدام حبيباتي الجبن سوف نتحصل على ترطيب للبشرة بالفعل هو مكون مرتب وفي نفس الوقت سوف يعطيكم تفتيح لدرجات هذا المكون حبيباتي ممتاز بالفعل بالخصوص لمن تعاني من بقع داكنة حتى لو كانت تلك البقع غامقة جدا الآن بالنسبة للطريقة بعد أن وضعنا قطعة من الجبن المثلت سوف نقوم هكذا بالضغط جيدا حتى يصبح على شكل كريمة هكذا نقوم بإذابته كما تلاحظون ندمج جيدا حتى يصبح على شكل كريمة بهذا الشكل بالنسبة للجبن حبيباتي قوي جدا له مفعول رائع في تفتيح البقع الغامقة التصبغات يعني مهما كانت تصبغاتكم قديمة جدا فالجبن إن شاء الله باستخدام بعض المكونات الأخرى التي سوف نستخدم سوف نعالج مشكلات التصبغات أو إسوداد المناطق الحساسة إذن بالنسبة لتاني مكون هنا سنحتاجه في هذه الوصفة سنحتاج هنا إلى معجون الأسنان معجون الأسنان يمكنكم استخدام أي نوعية متوفرة لديكم لكن أفضل دائما أن يكون معجون الأسنان أبيض يعني غير مضاف أو ليس به ملونات سنحتاج هنا تقريبا لما يعادل مقدار ملعقة صغيرة من معجون الأسنان هذه الوصفة ممتازة بالخصوص أن معجون الأسنان يعمل على تفتيح البقعة الغامقة ويعطي مفعول منذ أول استعمال مباشرة بعد تصبيقكم لهذه الوصفة ثم إزالتها سوف تلاحظون مفعول منذ أول استعمال أنا جد متأكدة أن هذه الخلطة إن شاء الله سوف تنال إعجابكم هكذا نحاول أن نقوم بإدخال معجون الأسنان جيدا ودمجه مع الجبل حتى تصبح كريمة تكون متجانسة كما ترون نخلط جيدا بعدها سوف أضيف أيضا مكون ممتاز مكون رائع يفتح البشرة بامتياز ويخلصها أيضا من التصبغات هذا المكون لدينا هنا هو النشا نشا الدراء أو ما يعرف أيضا بالميزنة سأضيف تقريبا ما يعاد المقدار ملعقة كبيرة تكون ممتلئة من نشا الدراء بالنسبة هنا للنشا هذا المكون ضروري من استخدامه يعني لا يمكنكم استبداله أو تعويضه بأي مكون لأنه بعد دمجه مع معجون الأسنان والجبل يعطي مفعول قوي جدا في تفتيح البشرة لذلك أنصحكم بعدم تعويضه بأي مكون آخر استخدموا النشا نشا الدراء أو نشا الأرز أو نشا البطاطس كذلك المهم أن يكون نشا أنا سأحاول أن أقوم بإدخال النشا مع الجبل مع أيضا معجون الأسنان وأخلط جيدا هكذا حتى نتحصل على قوام كريمي أما بالنسبة للمكون الآخر الذي سوف نضيفه ألا وهو عصير البرتقال بالنسبة لي هنا أنا شخصيا سوف أستخدم عصير البرتقال وليس عصير الحامد لأن عصير الحامد قوي جدا على بشرة بشرة حساسة جدا سأضيف هنا كميا من عصير البرتقال هكذا تدريجيا وأحاول أن أدمج سوف أضيف عصير البرتقال هنا تدريجيا حتى أحصل على القوام الذي نريده هكذا نحاول أن نخلط جيدا بالنسبة هنا حبيباتي سواء عصير البرتقال أو عصير الليمون الحامد كلها لها يعني فوائد رائعة لأنها مكونات تحتوي على الفيتامين سي الفيتامين سي معروف على أنه من بين المكونات القوية لتفتيح البقعة الغامقة علاج التصبغات كذلك سأضيف كميا أخرى هنا من عصير البرتقال وأحاول أن أدمج من نسبة لهذه الوسطة يجب أن يكون قوامها لا هو بكتيف أو سائل يعني يكون قوام متوسط نحاول أن ندمج جيدا هكذا يمكنكم أيضا عمل كمية كبيرة إذا أردتم واحتفظوا بها في عبوة محكمة الإغلاق ثم استخدموها على الأقل مرتين كل أسبوع أما إذا أردتم مفعول قوي يمكنكم استخدامها بشكل يومي بالخصوص لمن تعاني من إسوداد على بشرة الرقبة أو كذلك بشرة اليدين القدمين هكذا كما ترون ضروري أن يكون قوام هذه الوصفة بهذا الشكل على شكل كريمة لا هي بسائلة كما قلت ولا هي بكتيفة حصلنا على وصفة ممتازة كما ترون ها نحن حصلنا على وصفة ممتازة ورائعة ولكن بالنسبة لطريقة تطبيقها فالطريقة مهمة جدا يجب دائما أن تكون بشرة نظيفة أي من الأحسن أن تقوموا بعمل تقشير للمناطق سواء الرقبة أو المناطق الحساسة أو الركب الأكواع من الأحسن استخدام دقيق أو مطحون الأرز مع القليل من عصير الليمون الحامد أو القليل من الحليب السائل ثم تقومون بعمل تقشير أولا يعني ضروري أن تكون البشرة نظيفة بعد ذلك سوف نأخذ من هذه الكريمة أو من هذه الوصفة ونبدأ بتوزيعها على كامل المناطق الحساسة تحت الإبطين بين الفاخدين كذلك وأيضا الرقبة لمن تعاني من إسوداد الرقبة كذلك بشرة اليدين أيضا نقوم باستخدام هذه الوصفة لبشرة اليدين بشرة القدمين الركب أيضا لمن تعاني من إسوداد الرقب لأنها بالفعل وصفة قوية بعد أن تقوموا بتطبيقها على البشرة تقومون بعمل تدليك للبشرة تقريبا لمدة 5 إلى 10 دقائق ونحن نقوم بعملية التدليك لماذا حتى تتغلغل هذه الوصفة في أعماق البشرة وتعطينا كما قلت منذ أول استعمال ستلاحظون نتائج رائعة بعدها أتركها مدة بين ربع ساعة إلى تقريبا نصف ساعة إلى غاية ما تتشربها البشرة إذن بعد تركها إلى غاية ما تجف تقومون بأخذ من دي الورقي ثم تقومون بإزالتها باستخدام من دي الورقي وسوف تلاحظون الفرق منذ أول استعمال أنا هنا لم أتركها مدة طويلة يعني مباشرة بعد أن قمت بتطبيقها قمت بإزالتها فقط لكي أريكم الطريقة مفعولها كما قلت منذ أول استعمال سوف تلاحظون تبيض بالنسبة للأماكن التي بها السوداد الركب الكوعين وكذلك منطقة بين الفاخدين تحسى الإبطين وصفة ممتازة كما يمكنكم استخدامها بالنسبة لليدين أو الأكواع الركب بشكل يومي بالنسبة للمناطق الحساسة بين الفاخدين تحت الإبطين يمكنكم على الأقل مرتين كل أسبوع بالنسبة لهذه الكمية يمكنكم الاحتفاظ بها في عبوة محكمة الإغلاق ثم استخدموها إذا أردتم بشكل يومي وصفة ممتازة ورائعة كما أن المكونات سهلة وبسيطة لكنها بالفعل مكونات قوية جدا إذن حبيباتي أتمنى إذا أعجبكم هذا الفيديو لا تبخلوا علي بالضغط على زر لايك ومشاركة هذا الفيديو مع الأصدقاء إن شاء الله حتى تعم الفائدة وفي مواقع التواصل الاجتماعي كذلك إن شاء الله سنلتقي في وصفة أخرى ودمتم حبيباتي في أمان الله